السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي التربية الإسلامية للصفة الرابعة العدادي عندي حل مناقشة الدرس الخامس التهذيب طبعا ثلاث مناقشات عدي رح نحلها ثلاثة صفحة 128 يلا عيني المناقشة الأولى تحدث عن معلم أثر في نفسك عندما كنت في الابتدائية وبين سبب حبك وتعلقك به هذا يترك الإجابة إليك اثنين مواجبات المتعلمين تجاه أساتذهم هذا جواب النقطة الثانية هذن السبع نقاط صفحة 126 مواجبات المتعلمين ثلاثة العلاقة الطيبة بين الأستاذ وطلبته وسر نجاح الطرفين جواب النقطة الثالثة هذه بنقول ومن حقوق الطلاب أن يستشعروا يعني هذه هذه الجواب يقول لك أربعة ضمت رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام مجموعة كبيرة من الحقوق اكتب بحثا في هذه الحقوق مستشهدا بما في الرسالة طبعا هذا جواب النقطة الرابعة هذه هاي كلها هسه انتهينا من حل المناقشة الأولى المناقشة الثانية اللي هي من القصص نعم الخليل أولا ما الثمن الذي طلبه نبي الله إبراهيم طبعا هذا قال إذا أكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرقتم فقولوا الحمد لله اثنيا ما سبب قول جبرايل عليه السلام حق الله أن يتخذ خليلا هذه لما جاء المرسلون إلى إبراهيم جاءهم بالعجل فقال أكلوا فقالوا لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه فقال إذا أكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرقتم فقولوا الحمد لله الثلاثة في القرآن الكريم وصف النبي الله إبراهيم عليه السلام أبحث عنه ثم أكتب الصفة طبعا هو النبي خليل الله في القصة آداب عليه مراعاته دائما بما هو نقول طبعا آداب نقول بسم الله ونخلص نقول الحمد لله هسا عندنا المناقشة الثالثة هي صفحة 129 هذه المناقشة الثالثة 129 اللي هي المنع على الله أولا ما الحكمة التي تستشفها من القصيدة الحكمة هي أزهد في الدنيا ولا تنازع أهلها فيها وكن فيها كالنحلة أن أكلت أكلت طيبا وأن وضعت وضعت طيبا وأن وقت على عود لم تكسره ما معنى الرياء الرياء هو فعل المرء العبادة من أجل أن يراه الناس ما معنى المدل وما جزاء عمله من يعجب عمله ويمن به على الله ما الذي عناه العالم عناه العالم بوصيته كن كالنحلة هذه كالنحلة أن أكلت أكلا طيبا وأن وضعت وضعت طيبا وأن وقعت على عود لم تكسره